في ظل حراك الشارع وعدم وجود قوان سياسية تدعمه يبدو أن المرحلة المقبلة من رئاسة عبدالله حمدوك للحكومة في السودان لن تكون كسابقتها الاتفاق السياسي مع قائد الجيش عبدالفتاح البرهان والدعم الدولي لم يشفع لحمدوك الذي بات يلقى رفض واسع لدى الطبقة السياسية جراء وجود شريك عسكري مرتاب من المدنيين ورئاستهم للسلطة بحسب مراقبين كما يواجه رئيس الحكومة رفضا شعبيا طفى على السطح يوم توقيع الاتفاق حيث نددت احتجاجات حاشدة بحمدوك واتفاقه وطالبت بحكم مدني كامل وإنهاء الشراكة مع المكوين العسكري الرفض الشعبي يبدو أنه آخذ في الازدياد مع دعوة لجان المقاومة واقوا سياسية إلى مظاهرات اليوم الخميس تنديدا بالاتفاق السياسي المبرم مع الجيش حيث سبقها حمدوك بإصدار أمر يقضي بتأمينها والشروع في إجراءات إطلاق صراح جميع المعتقلين من لجان المقاومة سياسيا أعلنت مريم الصادق المهدي نائب رئيس حزب الأمة القومي أن رؤساء وقيادات أحزاب في اتلاف قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي توافقوا على تشكيل لجنة لتوحيد المواقف في ظل تباين الآراء بينهم إزاء الاتفاق المبرم الأحد الماضي بين حمدوك والبرهان من جهته اعتبر رئيس بعثات الأمم المتحدة في السودان فولكار بيرتس أن الاحتجاجات المرتقبة في البلاد الخميس تمثل اختبارا لمصداقية الاتفاق السياسي الموقع الأحد بين رئيس الحكومة الانتقالية عبدالله حمدوك وقائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان